نحن دورنا الآن أن نحذر نتعلم حتى نحذر ونحذر الناس نبين للناس نعلم الناس أما الحكم على الأشخاص تكثير الأشخاص تبديع الأشخاص هذا ليس لنا هذا لكبار العلماء هذا للقضاء الشرعيين دعوتنا هي دعوة إصلاحية نسعى لإصلاح المجتمع لا لإفساد المجتمع لا لتكفير المجتمعات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها إخراج الناس من الظلمات إلى النور طريق واحد هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم يشطر في بعض الأشخاص مجمعات ولكن إن لا تكون الحياة سياحة لنا حتى يتنى المجتمعات جميع الأشخاص بأس الظلمات عن الأشخاص بأس الظلمات إلى النبي صلى الله عليه وسلم